السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي متابعي القناة. ان شاء الله النهاردة هنعرف ازاي نعمل قبل فصان السوري بطريقة سهلة جدا. آآ تعالوا كده نشوف خطوات العمل. اول حاجة هيكون معنا بطرون ورق كده. آآ تكون رسمية على الورق. وبعدين ده طبعا الامامي وده الخلفي. آآ وطبعا البطرون بتاعنا لوبينسة من الجنب. البينسة من الجنب لو انت دوران الصدر عندك آآ من تسعين لغاية مية هتعمليها اربعة سنتي. يعني لو فيه خط في النص كده هيبقى اتنين سنتي يمين الخط واثنين سنتي شمال الخط. آآ احنا طبعا كده رسمين عشان الوقت وكده البطرون مرسوم كده جاهز. آآ تعالوا نشوف هنشتغله ازاي. تعالوا نشوف هنحدد خط القبل بناء على ايه? آآ في طريقتين. طريقة ان انا امسك دوران الصدر الصافي. وهقسمه على عشرة. والناتج هبدأ الف بي كده حوالين المركز بتاع البينسة ده. يعني يبقى زي البرجل كده يعمل لي دايرة. آآ او يعني لو انا عايزة من الداري وما اضغطي شوية يبقى هقسمه على عشرة. ماكشوف يبقى هقسمه على ثلاثناشر. تمام? فانا هقسمه على عشرة. بالنسبة لان آآ لو انت عندك دوران الصدر مية وقسمتيه على عشرة. هيديك عشرة. فهتبضل يماشي كده. بالمزورة كده. مسلا. تعملي كده نقط. وهكزا. انا هعملها دلوقتي بالمقياس اللي معايا. اهو كده. وبقين حتى ممكن من غير حسبة ولا اي حاجة خد طول سيبي من هنا حوالي صانتي واخد طول الدلع ده وامشي به آآ على طول. كده رسمت الدايرة. هعمل تعديل بسيط ان البنسة بتاعتي دي. كانت طلعة لفوق كده لانا هاخد الوسع بتاعها من تحت من هنا. لو هو مسلا واحد ونص صانتي ومن هنا واحد ونص صانتي هاخدهم لفوق هنا. فهتتعدل كده. وبعدين اخدهم بقى كده. هتبقى بالشكل ده كده. هتبقى البنسة زي القلم. طيب من فوق من هنا هنعمل ايه? علشان القب يبقى ملموم من عند الصد. هنطلع كده خط مستقيم من هنا. وهناخد صانتي من الخط وصانتي شمال الخط. كده. كمان? طيب. فيه نقطة تانية. القب بتاعنا المفروض يعني هيرتفع الحرجة بتاعته من فوق صانتي. وهيدياق صانتي. يعني احنا كده المقدار الراحة اللي احنا كنا حطينا اربعة صانتي واحنا بنرسم لا هنقلبهم. فدي هنعملها واحنا بنقص. تمام? اه حردة الباب بطبعها بقى كده على شكل القب كده. يعني عايزة انا هوريكو كده. هيبقى جاي بالشكل ده كده. لو عايزة دي تعمليها بوزة اعمليها زي ما تحب. ده كده الامر. الخلفي بقى الخلفي. هنلتفع برضو الفوق هنا. بس احنا بنقصها هنعملها. وهنيجي ناخده كده من هنا. اهو. وده يعني على حسب الرغبة. ممكن يبقى مكشوف قوي. ممكن يبقى جاي على الخط ده كده. اللي هو بنبداية البنسة. هنقص الورق ده دلوقتي ونبدأ نشوفه نقصه على القماش ونشوف. بسم الله. البنسة دي انا هقفلها قبل ما قص. بنسة الجن. وهشيل البنسة دي خالص. وهشيل البنسة اللي فوق دي كمان. هينتوا جعلني الشكل ده كده. هحاول ان انا آآ البوز ده لازم يتشال يبقى ما ندور شوية كده. اهو كده. آآ نرقمهم بقى عشان ما تتلخبطوش. كده. ونيجي نقص دول. نشيل بردو البنسة. هم ممكن تبقى معقولة. جي كده. سري و جي كده فور. ممكن تعمل علامات تركيب كده يا جماعة علشان ما تتلخبطوش. كده خلاص كده الشكل قب كده اترسم. تعالوا نقصه على القماش. والقماش بقى كده يا جماعة ان احنا اللي ما ده هيتبطن هتعملينه قطانة زي وبالزبط زي وبالزبط. زي وبالزبط. كده. هناخد الجزء ده كده. وهنقص منه قطعتين. وطبعا مع زيادة الخياطة. قصينا القماش بتاعنا وقصينا البطانة زيهم بالزبط. آآ ومرقمين طبعا علشان ما نتلخبطش. هنيجي بقى نمسك القماشة بتاعك البدي القب ده اللي هي الخامة الرئيسية دي. وهنعملها بالفازلين. نحشيها فازلين. او تحشيها حشو سرمة. انا طبعا ما حشيها فازلين. ما عنديش حشو سرمة. آآ هنبدأ الاجزاء دي كلها. هنحط فيها فازلين. حاجة تقويها. تمام? اهو حطيتها على دهرها كده. وهحشي الفازلين. هلزقه. هحطي الاجزاء التانية. هحطي الاجزاء التانية. هحطي الاجزاء التانية. دي كده الاجزاء اللي تلزقت معانا. هنقصها طبعا كده. ونزبطها ونقصها وعنكم بقية الاجزاء. بعد ما حطيت فازلين هبدأ اوصل الاجزاء ببعضها. هنخيط دول الاول الامامي وبعدين نشبك الخلفي. تمام? هنخيط ده. كده كده. ودي مع دين بنفس الطريقة. وصلت الاجزاء كلها ببعضها. هاده الظهر بتاعه. المفروض بقى ان احنا نكوي. ولو هحط البوش اللي سفنج. هحطه هنا. هركبه في هنا في الاماكن دي كده. وهنشوفه كده على المانيكان قبل ما نعمله البطانة. شايفين? مظبوط جدا على المانيكان. طلع حل جدا. وهزي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ نعمل بقى ايه? البطانة. خيط البطانة وبتبقى نفس المقاس بالزبط. نفس المقاس ده هو هو. الاتنين متطبقين مع بعض. آآ حاجة بقى هحط البلينة. البلينة ده البلينة. المفروض انها بتتخيط بقى كده. حوالين كل القصات دي كلها كده. تتركب. بس شوفت جاية البلينة. جاية دوران بتاعها لكده اعمل. اخيطها بقى كده. ممكن اعمل لها شريك بيه ودكتكة. او ممكن اخيطها. تمام? اخيطها بالشكل كده. اخيط بقى في بقيت الجوانب كده. وبعد كده احط وش الوش وبقى خلق. هنحط كده وش البطانة لوش القب. وهنبدأ نخيط كده 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 كده. ونسيب من تحت ونسيب الجوانب بتاعة السوسة. خيطت هو كده البطانة مع مع القب. هنبدأ نعمل تشيئات كده. عشان نريح الخياطة. وبعدين نقلب واي زيادة نشالها. نقلب كده. هنبدأ آآ نعمل بنت خياطة على البطانة كده. كده. وبعدين نقلب تركيب السوسة. آآ هبقى وريكوا تركيبها ازاي. وآآ ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده هوريكوا ازاي نسحب الجونية على الطل. ده كده الكب بعد ما خلص يارب بيعجبكم. ان شاء الله تنفزوه بكل سهولة. آآ ان شاء الله الفيديو الجاي بازن الله هشرح لكم ازاي آآ نسحب الجونية على الطل. آآ كمان بعد كده هنشوف اللي هي العروة اللي اللي في ظهر القبل اللي بيديق ويبسع منها. يا رب الشرح النهاردة يكون عجبكم. ان شاء الله نتقابل في بديهات تانية جديدة. انتظروني. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. متفعيل الجرس. بترككم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.